أقام السيادة المطران خريسوفوروس عطن لامطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة صلاة الجناز في الكنيسة الأثرية للقديسين الأردنيين كوزما وذميانوس في مدينة جرش شمال المملكة وتأتي هذه الصلاة لراحة نفوس الأباء والأجداد الذي سيبقون على رجاء القيامة والحياة الأبدية ممن أشادوا هذه الكنائسة المقدسة قبل عدة قرون حضر الصلاة عدد من الأباء الكهنة والدكتور عماد حجزين أمين عامي وزارة السياحة والأثار والوزير الأسبق سامي هلسي وبعد الصلاة تجول سيادته مع الحاضرين حول الكنيسة الأثرية واطلعوا على الكتابات اليونانية القديمة التي تزين أرضية الكنيسة